اشتركوا في القناة بباله ابو جده سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس اسماؤنا واشكالنا سيطويها النسيان فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس الينا وبمستقبل املاكنا وبيوتنا واهلنا كل هذا ليس له جدوى او نفع بعد مئة عام ان وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون ستطوى تنقضي في طرفة عين وسيأتي بعدنا عشرات الاجيال كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل ان يحقق ربع احلامه فلنعرف اذا حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا وزمننا الحقيقي في هذا الكون فهو اصغر مما نتصوى هناك بعد مئة عام وسط الظلام والسكون سندرق كم كانت الدنيا تافها كم كانت احلامنا بالاستزادة منها سخيفة وسنتمنى لو انضينا اعمارنا كلها في عزائم الامور وجمع الحسنات وخاصة الصدقات الجارية طالما يا اخي المسلم لا زال في العمر بقية فلنعتبر والنغير يا لها من رحلة تبدأ من ظهر الاب الى بطن الام ومن بطن الام الى ظهر الارض ومن ظهر الارض الى بطن الارض من بطن الارض الى يوم العرض وفي كل محطة ترى العجب وفي النهاية تحط الرحال اما الى الجنة واما الى النار شيئان اخي المسلم حزنان رجل لم يدخل المسجد الا في جنازته وامرأة لم تستر نفسها الا في كفنها كم هي الغفلة والى متى سنستمر انها الحقيقة المرة يحضرون للدوام في وقته ويحضرون للمطار قبل موعده ويحضرون للمستشفى قبل الموعد ايضا ثم ينامون عن الصلاة ويقولون مشكلتنا نومنا خقيل بل كما قال تعالى بل تغثرون الحياة الدنيا درسل لي ولك ولمن بعدنا اللهم انا نسألك حسن خاتمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر